حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشر رأس المال البشري للعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما يعكس حيوية القوى العاملة البحرينية المملكة صنفت المرتبة السادسة والأربعين عالميا وصلت التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في زيادة نسب التحصيل العلمي تحديدا التعليم الثانوي والعالي حيث صنفت البحرين في مرتبة متقدمة فيما يتعلق بجودة النظام التعليمي لتأتي في المرتبة الخامسة والعشرين عالميا ومستوى تدريب الموظفين في المرتبة الثانية والعشرين عالميا وفي المرتبة الثامنة والثلاثين عالميا في سهولة الحصول على موظفين أكفاء وساهمت الجهود المبذولة في التعليم والتدريب مع وجود نخبة واسعة من المعاهد المتخصصة في التدريب ودعم دخول الشباب إلى سوق العمل وهو ما جعل من البحرين حاضنة لإحدى أكثر القوى العاملة الوطنية تنوعا في منطقة الخليج العربي حيث يبرز البحريني في جميع القطاعات الاقتصادية كما ويعمل حوالي ثلث العمالة الوطنية ذات الدور الاقتصادي النشط في القطاع العام